ساعة الآن تمانية بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز الأهم الأنباء مع محمد الشازلي شكراً مننا الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز لأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد رئيس عبد الفتاح أسيسي أن التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار في غزة يكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق سواء لضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية بالقطاع أو لإنهاء حالة التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات التوسع نطاق الصراع جاء ذلك خلال اتصال الهاتفي تلقاه الرئيس أسيسي من الرئيس الأمريكي جو بايدن وخلال الاتصال تم استعراض آخر تطورات جولة التفاوض التي تستضيفها القاهرة حالياً وأكد الرئيسان أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي مع نظيره من دولة توجو روبرت دوسي على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري لمؤتمر التكاد في توكيو وبحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية فضلاً عن العمل على زيادة حجم التبادل التجارية أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى إتمام عملية تسجيل ونفاذ الدواء المصري إلى توجو وزير الخارجية استعرض أيضاً تجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وكذلك تناول تطورات في ليبيا والأزمة في السودان كما استعرض وزير الخارجية والهجرة جهود مصر للتوصل إلى تهديئة وقف إطلاق النار على قطاع غزة واحتواء التصعيد الجاري استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب خمسة عشر آخرون بينهم أطفال ونساء إثر قصف إسرائيلي طلأ أحياء مختلفة من مدينة خان يونس وشمال مخيم أنصيرات في قطاع غزة فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نبلس شمالية الضفة الغربية برفقة عدد كبير من الآليات العسكرية وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في أبراج عين جالوت بمخيم أنصيرات وسط غزة حثى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لجنة من قضاة التحقيق في المحكمة على إصدار قراراتها بشكل عاجل بشأن طلبات الاعتقال التي قدمها خلال مايو الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو ووزير دفاعه يواف جالانت ودع المدعي العام القضاء إلى اتخاذ قرار عاجل بشأن طلبه بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وآخرين على صلة بالحرب قائلا إن المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائية أكدت القوات الروسية أنها هجمت المواقع الأوكرانية بالقرب من بلدة نيويورك الأوكرانية قبل السيطرة عليها كما شنت القوات الروسية ثلاثة وخمسين هجوما على الجبهة في بلدة بوكروفيسك بمدينة دونتسيك في جنوب شرق أوكرانيا اتهمت الحكومة الفيليب بنية الصين بإطلاق قنابل مضيئة على إحدى طائرات الدوريات التابعة لها في بحر الصين الجنوبي قرب جزر متنازع عليها بين البلدين وذلك قرب منطقة سكاربوريف بدورها أعلنت تبكين أنها اتخذت إجراءات مضادة ضد طائرات عسكرية فيليب بنية متهمة إياها بدخول مجالها الجوي فوق بحر الصين الجنوبي هذا وأكدت وزارة الخارجية أن الصين ستواصل حماية سيادتها الإقليمية وحقوقها البحرية بحزم وستعارض بشدة أي عمل ينتهكها أكدت حبلة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب أن إعلان المرشح المستقل روبرت كينيدي تعليق حملاته الانتخابية سيقدم دفعة للرئيس الأمريكي السابق وأكدت حملة ترامب أن الدعم للمرشح الجمهوري سيشهد دفعة في كل ولاية متأرجحة في حين نشرت حملة هاريس بيانا حاولت فيه استمالة المصوطين المؤيدين لكينيدي وكان روبرت كينيدي وهو مرشح مستقل قد قرر الانسحاب من السباق الرئاسي ودعم ترامب خلال خطاب له في فونيكس بي أريزونا وقال كينيدي أن استمراره كان يعني مساعدة المرشحة الديمقراطية كاملة هاريس أعلنت الشرطة الألمانية مصر ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين في حصيلة أولية إثر حادث طعن عشوائي نفذه رجل خلال مهرجان في مدينة صاليجين بغرب ألمانيا وتجري الشرطة الألمانية عملية كبيرة لمحاولة العثور على المشتبه به بعد فراره نهاية الموجز نعود لاستكمال باقي فقرات صباح خير يا مصر ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر